بس أنا عايز أقول لكو على حاجة بصوا بقى في دراسة قالت إيه؟ إن الناس اللي بتشتغل عن بعد بترتفع نسبة معاناتهم من الاكتئاب لنسبة 42% عن الناس اللي بتنزل تروح الشغل طبعا رح أنه بالرغم من إن العمل عن بعد بيزود إنتاجية الشخص بنسبة 37% أنت فيه وقت كتير توقف هو مفيد لصاحب العمل ومفيد للشخص إنه بينتك بسرعة هو مفيد لي لو أنا هستغل لوقتي صح زي الصديق اللي قاعد في المكتب 4 ساعة ده بينتج محتاجش ينزل يركب عربيته ويقعد ساعة ونصف في الطريق مش هيقابل زماية اللي يرغي معاهم ويضيع وقت ونأكل مع بعض 4 ساعات مكثفين بيقابلهم تقريبا من 7 ساعات يعني الـ 4 دول مكثفين فيه ساعة ونصف رايح وساعة ونصف جايد 3 ساعات وساعة رايحة شيء وقهوة وحاجة ساعة بالضيع بالرغم انه الانتاجية بتزيد بنسبة 37% لكن بيقولك انه نسبة الاكتئاب برضو بتزيد لعنه فكرة الاحتكاك الأفكار الإبداعية بتقل معدلاتها بتقل لعنه مافيش تفاعل برضو بس جماعة أنا برضو مش يعني أنا مش هكككة في الكلام ده لعنه ليه مافيش تفاعل ماهم فيه لقاءات بالوسائل بالتعرف يا شيري احنا داخلين على فترة فاكرين أيام حتى في أوروبا الصورة الصناعية ده عمل التأثير سلبي على البني أدمين ساعتا ان هو الروبوت او الالة او المكنة او الحاجة دي اخذت مكان البني هدم اخذت مكاني فدي كانت حقبة كانت فترة كانت مفصلة نقلة معينة احنا دلوقتي عاشين في المفصلة دي فلازم لازم نتكيف معه وارجوكم يعني بقول وانا آسف ان الستات المفروض ما يستهنوش بالعمل بتاع زوجهم لو انا قاعد في بي ولا دا يستهن بدا ولا دا يستهن بدا بس بفرض يا شيري ان اللي بيشتغل المعظم الناس اللي رجالها ماشر الستات يعني انا بتكلم بايه ما يستهنوش بيها لو انت بتعمل حاجة ما الدراسة دي بتقولك وانت كلها كل الحاجات دي تبعتها في نص ساعة لا بالزبط الدراسة دي بتقولك علشان ما تحسش بالاكتئاب دا وعلشان الطقات الابداعية تزيد انت محتاج تحدد يومك ماشي ازاي قريطة يومك ماشي ازاي بصحى في المعادل فلاني بخلص شغلي من الساعة كذا للساعة كذا وبعد ما بخلص شغلي بنزل تريد بتمشى بقابل صحابي بعمل حاجة يعني لازم تحدد يومك شكله عامل بقاش طول نهار قعد في البيت اصلا نزلت المكتب دي كان بالنسبة رجالة كتير فصحة برضو ينزل قبل صحابه في المكتب يشتغل شوية عدوا يكلوا مع بعض يشربوا بايت شاي يقولوا اخبار بعض ينموا نمية فكان بيبقى في تغيير حتى الراجل يقولك ايه انا نزليني مكتب كل يوم متقعدينيش يوم في البيت مع العيال هو كان يعني فيه رجالة كده يقولك انا انزل مكتب واشتغل كل يوم بس ما قدش يوم مع العيال مش هقدر ففكرة ان الراجل ماينزلش ومايلبسش كده ويتشايك ويحط البرفام بتاعته وياخد بعض وينزل دي فكرة تجيب حالة اكتئاب عش كده لازم بعد ما يخلص شغله في البيت ينزل برضو ينزل بقى العب رياضة ينزل يعمل مشوار ده مهم اول جدول ده طبعا صح ونستخدم كل حاجة استخدام صح استخدام ايجابي لينا مش الواحد يقاس وان هو لا خلاص كده الشغل مش هنزل لا ابص لها من ناحية تانية من ناحية ايجابية صح ان دي حاجة حلوة ليه